غابة من المخيمات التي تأوي مئات آلاف النازحين يعج بها الشمال الغربي لسوريا يتحضرون من مختلف أنحاء البلاد التي شهدت حربا طاحنة لأكثر من 12 عاما بعد انتفاضة بدأت سلمية لإسقاط حكم الرئيس السوري بشار الأسل كثير من أبناء هذه المخيمات ولدوا وترعرعوا هنا بعد أن شهد أباؤهم الكارثة بكل تفاصيلها الدامية سيشاهدون أن يتيح لهم صور الأسد يحضروا القمة العربية في السعودية لأول مرة منذ أن انتفضوا ضده يرفض أبو ياسر الذي نزح مع أدنه إلى هنا الخطوة العربية بالانفتاح على دمشق ويخشى كغيره ما ستحمله الأيام المقبلة من تغييرات تتعلق بوضعهم في المخيمات اتحصرنا جوعنا قدمنا شهداء وجرحة ومعتقلين ما منصالح نحن النظام هذا النظام قاتل ما منصالحه نهائيا ولا منساوم يعني كنا بدرية أدت مرات أن فرضوا علينا هدن مرض إننا نصالح هلا منصالحوا لما يجسمنا بالشمال السوري ما منصالح نحن نهائيا كالكثير من المدن والبلدات السورية شهدت دارية مسقط رأس أبو ياسر دمارا هائلا نتيجة القصف بالطائرات والمدفعية وخرج غالبية أهلها ضمن تسوية قبل أن يدخلها الجيش السوري ترتب على العنف الشديد الذي يواجه به النظام السوري المنتفضين ضد حكمه قيام الدول العربية بقيادة سعودية بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وسمح على رئيس الائتلاف السوري المعارضي أنذاك بحضور القمة العربية التي عقدت في الدوحة عام 2013 لمرة هي الأولى والأخيرة بدعوة قطرية حضر معاذ الخطيب رئيس الائتلاف تلك القمة واستعمال كبيرة لدى غالبية الدول العربية التي وقفت ضد الأسد ودعمت معارضيه بأن تكون هذه الخطوة بداية لطي صفحة نظام حكم سوريا لعقود بعد عشرة أعوام لا يزال الخطيب يقيم في الدوحة وبات حضوره لحظة للذكرى بعد أن تلاشت كل أمال المعارضة بإسقاط حكم الأسد ولننتظر جميعا ماذا سيفعل النظام إذا لا يوجد ضمانات من النظام باحترام ما سيتكلم به مع كل الأطراف المحيطة به لن يكون هناك نتيجة الضمانات المطلوبة هي ضمانات من النظام أولا سابقا كان مثلا هناك مصالحات في جنوب سوريا في حوران وبضمانات روسية للأسف الشديد النظام لم يحترم هذا أبدا فالأمر عند النظام إذا هو يقدم رؤية معقولة ترضي السوريين وفي نفس الوقت يضمن حصولها بوجود قوى إقليمية ودولية ترعى الأمر فأقول قد يكون هذا بداية حل يتفهم الخطيب الأسباب التي تقف وراء انفتاح الدول العربية على دمشق وفي مقدمتها النفوذ الإيراني في سوريا وتهريب المخدرات لكنه يخشى أن يدفع السوريون ثمن هذه الخطوة دون أن تقدم السلطات أي تنازلات أو ضمانات تتيح عودة ملايين النازحين واللاجئين ومنذ الإعلان عن هزيمة تنظيم مما يسمى الدولة الإسلامية عام 2019 تحكم قوات السورية السيطرة على غالبية أنحاء البلاد باستثناء بعض المناطق في محافظتي حلب وإدلب التي تتنازع السيطرة عليهم هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل الموالية لتركيا وبالتزامن مع الانفتاح العربي على دمشق شهدت العلاقات السورية التركية تقدما ملحوظا مؤخرا برعاية روسية وإيرانية وهو ما يتوقع أن يسفر عن تفاهمات تعيد سيطرة الجيش السوري على مناطق المعارضة ضمن ترتيبات لم تتضح بعد خاصة فيما يتعلق بهيئة تحرير الشام التنظيم الذي كان يعرف سابقا باسم جبهة النصرة أولا يمكن لهذا التنظيم أن يضبط المنطقة وبالتالي يمكن التوصل إلى اتفاق معه مهما كان نوع هذا الاتفاق وثانيا في حال تم عجز التوصل إلى اتفاق مع هذا التنظيم المصنف دوليا على أنه إرهابي فإن المواجهة العسكرية في هذه الحالة هي الخيار الأخير والمواجهة مع تنظيم إرهابي بالتأكيد لن يجد هذا التنظيم أي تعاطف دولي معه وهنا ستكون نهايته في حال لم يقبل بالدخول بشروط التسوية وعملية التطبيع التي يتم دراستها والتفاوض عليها حاليا بين سوريا وتركيا بالرعاية الروسية والإيرانية ويتوقع أن يشمل التفاوض بين هذه الأطراف أيضا تسوية وضع المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية شرقي الفراد وتستكمل الحكومة السورية نشر قواتها فيها ضمن ترتبات تبعد خطر عمل عسكري لطالما هددت به تركيا لضوحدات الحماية الكردية التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني في راسكي داني بي بي سي نيوز عربي